افضل وسيلة للفهم والحفظ كمان هو ان احنا نرسم انك ترسم بخط ايدك دي اكتر وسيلة هتفهم من خلالها حتى برضو لو انت مثلا رسمك وحش او خطك وحش مفيش مشكلة حاول ان انت تتعلم الرسم بابسط طرية ممكنة عشان خاطر تفهم اكتر وتستوعب كمية المعلومات وكمان المعلومات مضطرش بسرعة عشان كده في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم بخطوات بسيطة خالص نحن نفهم قبل ما نرسم نفهم مكونات الجهاز التناسولي الزكري هنتعلم ازاي نرسم منظر جانيبي للجهاز التناسولي الزكري وبعد كده نشوف مراحل تكوين الحيوان المنوي داخل الخصية يعني هنشوف كتاب عرضي جوه الخصية وبعد كده هنشوف تركيب الحيوان المنوي كل ده هنرسمه بخط يدينا فطلع معايا كده وراء وقلم وتعلم معايا بخطوات بسيطة خالص يعني انا مش احسن حاجة في الرسم قبل ما بتبتدي معايا كده انا كخط مش كويس ومش احسن حاجة في الرسم بس ده افضل وسيلة انا يعني بسبت بيها المعلومة وبحفظ بيها المعلومة من صغري عشان كده بتبقى اكثر طريق للفهم فعلا كده نبدأ وانا اتوقع عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ده كده العمود الفقري وده كده مش اولي على الجزء المتبكي من اللماء الغليزة اللي هو المستقيم وده كده الجزء الخلفي وده كده جزيلا ممي وده كده الخاسية اللي بتكون موجودة جواكيس اسمه كويس السفن ويطلع منها حالب واحد ويطلع منها 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 دي كده بروستاتا. دي اسماحة وصلة. منوية. دي كده غداتا بكبر. ودي الجوه القضيب ستبقى قناة مجرى البول. قناة مجرى البول. وده كده باسمه الوعاء الناقل. وده يبقى القضيب. ده كده المنظر الجانبي للجهاز التناسولي الزكري. طيب بتاع نعمل كده كطاع عرضي جوه الخسي. انا ننسي خسي كده. فنشوف كطاع عرضي ومنظر الخسة بيكون عامل ازاي. جوه الخسية بيكون في. جوه الخسية بيكون في. جوه الخسية بيكون في اونيبات منوية. بتاع كده شكل اونيبات المنوية. وبيكون في موجود خلايا ما بينهم اسمها خلايا بينية. يعني كده خلايا بينية. طيب انا هاخد كطاع عرضي عن دي كده على بعضها الخسية. هبدأ اننا اخد كطاع عرضي وازوم عليها شوية. يعني مثلا انا افترد ان ده كده مثلس اهوت. هبدأ ان انا اكبر المثلس ده. فيظهر للمنظر ده كده. دي كده الونيبات المنوية. بيكون في عندي خلايا اسمها خلايا جرسومية امية. اول حاجة خالص بيكون معي خلايا اسمها خلايا جرسومية امية. هالجرسومية الامية دي بتنقسم تديني خلايا اسمها امهات الماني. دي كده اسمها امهات الماني. يكون في خلايا كده طلعة طويلة. اسمها خلايا سرتولي. خلايا سرتولي. طبعا الخلايا البينية بتكون موجودة هنا كده. يكون في هنا خلايا بيني. طيب بعد كده امهات الماني دي بتنقسم تديني خلايا تانية اسمها خلايا منوية اولية. طيب بالمنوية الاولية بتنقسم بعد كده بتديني منوية السنوية. طيب المانوية السنوية دي بتنقسم بعد كده بتديني طلعا منوية. طلعا منوية دي بتديني الديني بتنقسم بعد كده امهات المانوية. الحيوانات المانوية دي بتتغزى على او بتغزى من خلايا سرتولي. طيب تعالي امسي جبعة الحيوان المانوية ان احنا نرسم حيوان منوي. حسنا. 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة